تابعين حلقتنا أولا بستقبل سابين حايق اختصاصي بالعلاج النفسي والحركة أو بسيكوموتريسيان هلو سعلا فيك يا سابين طبعا بها الفترة بتخلق كتير مبادرات بلبنان وكنت قلت ببداية الحلقة أنه بفاميلي رح نحكي عن مبادرة مميزة العلاقة بالصحة النفسية مش بس بالصحة النفسية كمان بالعلاج النفسي الحركة وغيرها من الاختصاصات أنتو أطلقتوها تركلك مجال تحكي عن هالمبادرة ونعطي رقم التليفون ونرجع نقطع شوي ولو سريعا على أهمية العلاج النفسي والحركة أول شيء مرسي لأنه عم تدوى على هذا الموضوع المبادرة اللي نحنا عملناها صراحة لأنه بالظروف اللي نحنا عم نرؤ فيها لاحظنا أنه كثير من الأشخاص عند وجهة صعوبات خصوصا لأهل مع أولاد ونحن ما عم يعرفوا كيف يتصرفوا وسبسيفيك مع الأولاد اللي عندهم صعوبات تعلمية وكمان بيزت على الكوستشنز اللي كتير وصلونا والمسجز من الأهل اللي نحنا نتعامل معهم حبيرا نعمل هذه المبادرة لنقدر نساعدهم فور فري يعني عملنا إن كان أنا كأخصائية بعلاج النفسي حركة ومعي غير أخصائيات كمانا إن كان بالعلاج النفسي اخطفوني علاج نتقل لغة والسباشل ادوكيشن اللي هني كمانا بيساعدوا الأهل وحتى بيساعدوا للراشدين لنقدر نتخطى هذه المرحلة سواء لكن رح يقطع رقم تليفون أو عم يقطع هلا قطع دجا أوكي طيب خلال نجع نقطعهم مرة حتى كمانا الناس تلاحق تاخدوه بتعدمو لهم نصائح وإرشادات نعم نصائح وإرشادات نصائح وإرشادات مجانية أكيد مجانية وحتى بيوصلون إياها حيالة حالة نحنا عنا إياها نطلب أجوبة على أجوبة معينة فيو نحكو معنا عبر التليفون فيو نحكو معنا باي إيميل فيو نحكو معنا عبر السوشل ميديا ما عنا مشكل أبدا ونحنا علينا أنه بس نرد عليه وأكيد سراحة نحنا بلشنا فيها وحسنا أنه كانت كتير سكسفول حسنا أنه عن جد العالم بحاجة لدرجة أنه ساعدنا عدد كتير كبير بوقت كتير قليل يعني بشهر تقريبا عددنا كانت موصل للخمسين شخص نحنا نعتبره أنه وصلنا لعدد منيح ممتاز يعني هالمبادرات مهمة كتير نعرف كلنا قطعين بوضع نفسي صعب صح والولاد كمان يعني صح بعد ما حكينا عن هالمبادرة المهمة ومنحية عن جد كل هالمتخصصين اللبنانيين وليبنانيات بكل المجالات يلي قدموا من وقتهم وشغلهم وطعبهم للناس يلي هن منها وما بقى قادرين أكيد ما بقى عندهم الإمكانيات المادية العلاج نفسي الحركة بيشتغل على المهارات الحركية والذهنية المهارات الحركية نعرفها كيف الجسم بيتحرك وبيتفاعل مع الأشياء المهارات الذهنية يلي بيشتغل عليها هالعلاج شو هي ومين بحاجة لهالنوع من العلاج بس نحكي عن المهارات الذهنية من أصد ما لثلاثة في عنا المهارات تتعلق بالانتباه في عنا المهارات تتعلق بالذاكرة وفي عنا المهارات التنفيذية اللي انت بحاجة لإله لتحلل لتكون عم بتاخد قرار بشي معين ولا تنفذ أشياء بوقت معين كمان دونك اللي بيتوجهوا لعنا هن الأشخاص اللي عندهم صعوبات إن كان على صعيد الانتباه الذكرة والمهارات التنفيذية وبس نحكي عن الانتباه أكيد مش إنه واحد بس شخص يكون منتباه لفترة معينة في عنا الانتباه إنه شخص يقدر يسيطر على شي معين خلال إذا بدأك استيميلاسيون هو مش بحاجة لإله يعني مثلا إذا الولد قاعد بالصف يقدر يركز على حاك المعلمة حتى لو فيه ثرثرة بالصف ومثلا في عنا الانتباه اللي بيساعده إنه يكون مفاكس على شغلتين بنفس الوقت مثل إنه يكون عم بينقل عن التابلو وعم يسمع لمعلمة شو عم تشرح دونك هولي إذا بدك أنواع الانتباه كمانا كتير مهمة بالنسبة للذكرة في عنا الذكرة اللي بتساعد أكيد عنا البصري والسماعي وفي عنا أشخاص بيكون عندهم البصري أقوى من السماعي والعكس صحيح هالإشي بتخلق يعني هالمهارات أو هالمشكلة بهالمهارة هاي تخلق مع الولد ولا بيكتسبها لظرف معين أو يمكن لعدم متابعة معين من الأهل هلا المهارات هي كلما الولد عم ينمى أكيد مهاراته الذهنية بيكون عم تنمى معه وكلما الولد هو بتعرض لستيميلاسيون أكتر وإكسبريانس أكتر بحياته كلما هو بيكون عم بإذا بدك ينمى أو يطور هاي المهارات أكيد دونك نحنا كلما كنا بيزغروا يعني من سفر لثلاثة سنين احنا بنعتبر الولد أنه هي أكبر وقت إذا فينا نقول هو بيتعلم فيها بيكتسب فيها المعلومات دونك إذا كنا نحنا عم نعطي الإكسبريانس الصح به هاي المهارات بيكون عم نساعده لأكبر يعني الأهل بدون يشتغلوا على تحفيز الولد مية بمية أكيد طيب إذا بدنا نعطي تمرين للأهل يلي عم يسمعونا وعنده الولاد من سفر لثلاثة سنين أو إرشدات سريعة لتحفيز تنقل الزاكرة البصرية والسماعية ولتحفيز انتباه الولد أكيد شو منقول؟ أول رول عنا إياها أنه ما في عنا تيفي إلكترونيكس أبدا 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 يعني لعمر ثلاثة سنين ممنوع يكون في عنا ولا حتى دقيقة إلكترونيكس يمكن هذا الشيء الأهل بيستغربوه وخصوصي هلأ بهذا الوضع أنه الولاد عم يتعرضوا كتير للتيفي عم بفيه كتير سكرين تايم وقت كتير طويل ومعه بينتبهوا أنه بعدين في إيلة كونسيقانس حتأثر على تركيزهم وانتباههم وذكرتهم دونك إحنا إذا بعمر بلشنا بسنتين ثلاثة عم نشتغل مع الولد بألعاب تقدر تشتغل معه على الكميونيكيشن نخترع قصة نعمل كيك معه بعدين بس نخلص الكيك نسأله عن الستبس طبع كيف عملناه هيك نحن نكون عم نشتغل على أدوراته الذهنية دونك بطريقة إن دايركت أكيد وشوية شوية بسيقبار حسب عمره منصير نعمل أكتيفيته من ناسبه لعمره يعني حتى بالكولورياج حتى بالبينتينج في نعمل أشكال يعمل مثلنا بعدين من خبيه بهو بدو يتذكر الشكل يعني هولي أكتيرسيس هنا بينعمله مع الولد أكيد اللي عم بتقولي كتير كتير مهم لأنه ما بعتقد أو يمكن تماما نشمل حالات مادرة كتير الولد مش ماسك جهاز أو مش عم يطلع على شاشة إن كان تليفون آيباد أو تليفزيون من صفر لثلاث سنين الموضوع مهم كتير لأنه منحس حتى الولد إذا عم تحكيه ما بعد يرد عليك يعني متاخد انتباهه كأنه الولد هيك ما بقى مركز على المحيط طبعه هلا فيه ستاديس بتبين اكزاكلي شو الريزن أنه الولد ما عم بيقدر يركز أو شو الريزن أنه هي بتخلي له بعدين يتأثر انتباهه وتيكون الولد قدام شاشة بيكون الانفرماسون اللي هو عم بتلاقيها كتير سريعة يعني السور بتقطع كتير بسرعة والحكي بيكون موجود وفي عنا الفيديوز نوك هو أول شي ما ناطر حدا يحكي معه ما في عنا communication ما في حدا ناطر منه جواب هو بس عم بيطلقه وما في عنا communication لحتى يكون مركز ويعرف شو بده جاوب حتى لو كانوا اشي educational يعني فيه أهل بيقولولنا أنه أنا عم بعلمون letters بهيدا الفيديو ما بيفيد صراحة فيك تعلميه هون بالكيوب فيك تعلميه هون بالبوزل فيك تعلميه هون حيالة لعبة تانية بس مش الالكترونيكس نوك نحن سرعة السور اللي عم تمره هي بتأثر على الانتباه بس يكبر شوي يوصل على سف الكي جي وان فور اكزامبل ما بيقدر يقعد لوقت طويل إذا عم بيسمع story time يعني ما عم بيقدر يسمع المعلمة شو عم بتقول ما بيقدر يقعد لوقت كتير طويل لأنه بيكون معوض شوي على هيدا الريتم السريع وبلاس إنه هيتا الشيء أكيد تبع الانتباه بس كمان بيأثر على التواصل اللغوي يعني الولد إذا ما حدا ناطر منه جوابه كل الوقت هو قاعد على التيفي أو على السكين يعني بيتأخر اللغة عنده ممكن يكون عم تتأخر لأنه ما حدا ناطر منه جواب لنك ما بيش حاجة يستعمل اللغة كمان يعني هون عن جد أهمية التواصل بين الأهل والولد التواصل الدايم يكون فيها التحفيز يعني كيف يحرك جسمه يحرك دماغه والولد بالمئة بالمئة لأنه هيدا رح يأثر بعدين بس يفوت على المدرسة أكيد أكيد يعني حتى فينا نستعمل ديتروك يعني اكتيفيتاي بيحرك فيها جسمه أوكي لحتى نقوي الزكرة يعني مثلا فيه يقول له بدك تنوت تزقف وتعلي إيدك دونك عنا ثلاثة اكتيفيتاي عم بيعملون أو تراموف ما عم بيعملون وفيهم ميمواري يعني كون عم بيحفز هلا أكيد في عنا عدد معين الألمان اللي الولد بيقدر يحفزهم بعمر ثلاث سنين يعني مثلا بعمر ثلاث سنين لازم مطلوب منه يكون عم بيحفز ثلاثة وفور ألمان يعني ثلاثة لأربعة أغراض بالأوردر طبعهم كل ما يكبر الولد نحنا المكسيما معنا هيه هو سبعة ألمان نعم كمان هيدا مهمة يعني الإشياء تفوت ببعضها كمان الحركة مع الزكرة ضرورية لأنه كمان فينا نقول بمراحل لاحقة هو رح بيكون كتير بحاجة لقالهم يعني عقله جسمه يشتغلوا سوا ونحن نشتغل أصلا نشتغل كمانا يعني على الأدرات الذهنية والأدرات الحركية والعلاقة بينتهم يعني ما في حركة بتعملها غير ما بتكون ناتجة عن أمر من الدماغ وما في حركة بتعملها إلا ما تكون منتبهش وبدأك تعمل لتنسق حركة الجسم بطريقة صح يعني هيدا ميزة الشغل تبعنا كمان سابين نحن نبدأ نشكريك قطعنا بسرعة على الأشياء بس بتاعت كانت مفيدة ومهمة وخاصة نقطة تركيز الأولاد من صفر لثلاث سنين التركيز السيء على كل الشاشات التي موجودة بالبيت خصوصا هلأ بهذا الوضع وأهمية التواصل بين الأهل والولد والحركة وتحفيز الجسم والعقل شكرا كثير لقالك سابين هلأ وسهلاك فيك نحن رح نتابع حلقتنا مع إيد سمارت خليكم هنا شكرا